متابعين الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هكلمكم في موضوع يخص التركيبات المتحركة للأسنان أو أطقم الأسنان ناس كتير مؤخراً بعد ما لقيتني بتكلم كتير عن طقم الأسنان الثابت الدائم اللي بيتحط فيه الفم والمريض ما يقدرش يشيله بمعنى أصح إن المريض يقدر ينام بيه ويصحى بيه وما يشلهوش للتنظيف بعد الوجبات وبيعتبره ثابت دائم في الفم مثبت بمسامير زي ما بنقول من فوق بحيث المريض ما بيشلهوش تماماً حتى في نظافة الطقم بينظفه عادي بالفرشة والمعجون وهو في بقه كأنه أسنانه الطبعية وزي ما قلت لكم بيقدر ينام بيه بس أنا قلت إن هو ليه تكنيك معين إن إحنا بنحط زراعات وبناخد مقاسات والمقاسات بتروح المعمل يعني إن إحنا بدأنا نعمل طقم الأسنان الثابت الدائم من الأول لكن في ناس بيبقى بتشوف الحلقات ديت وتقول طب أنا عندي طقم أسنان بتاعي مريحني طقم أسنان تقليدي عادي جداً أكريلي كريزن من الطقم المتحرك كده أنا مقدرش أحوله لطقم أسنان ثابت دائم أنا كمان مقدرش أتحمل إن أعمل طقم أسنان جديد من الأول أو أروح أعمل خطوات في عيادة طبيب الأسنان كل الخطوات ديت من الأول وأنتظر شهر واثنين وثلاثة دلوقتي فعلاً في حل إن لو أنا عندي طقم أسنان تقليدي متحرك أكريلي كريزن عادي خالص من اللي بيتشال ويتحط بعد الوجبات ويتنظف ويتشال قبل النوم أقدر أحوله لطقم أسنان ثابت دائم في الفم ما يتشلش تماماً غير بواسطة الطبيب وأقدر أنام بي وأمارس بي حياتي الطبيعية كأنه أسناني الطبيعية طيب الكلام ده بقى بيحصل إزاي دي طبعاً مفاجأة لناس كتير مركبة طقم أسنان متحرك ومستريحة فيه وعايزة تحوله لطقم أسنان ثابت دائم كل ما عليها إن هي بس لازم تتأكد إن حالتها الصحية تسمح بزراعة أو وضع زراعات لتثبيت طقم الأسنان بتاعها عليه مش هنحتاج نعمل طقم أسنان من الأول ولكن طقم الأسنان اللي في إدينا دوت بتاعنا نقدر نعدله بحيث يتزبط على الزراعات اللي إحنا هنحطها ويبقى طقم أسنان ثابت دائم أول حاجة هحتاج أربع زراعات على الأقل في الطقم في الفك العلوي وأربع زراعات في الفك السفلي وده المينمم أو ده أقل أو أدنى عدد زراعات ممكن نستخدمه في التكنيك اللي اتكلمت عليه قبل كده اسمه الكل على أربعة أو all on four denture يعني طقم أسنان كامل فوق الكل على أربع زراعات وطقم أسنان كامل سفلي على أربع زراعات عشان كده يسموه الكل على أربعة أو all on four denture الزراعتين الخلفياتين بيتحطوا بميل شوية يعني بحوالي 30 درجة علشان لو في تآكل في عظام الفك ده بيعوض لتآكل في عظام الفك وبيخلي الزراعة سبتة من غير محتاج لزراعة عظام أو عملية زراعة عظام سواء عظام طبيعية أو سواء زراعة عظام صناعية ببدرة العظم الزراعتين الأماميتين بيتحطوا عادي vertical يعني بيتحطوا عادي عمودي ما بيتحطوش بميل ولا حاجة وده أقل عدد زراعات ممكن أحطوا طبعا المريض لو عنده السكر يستحسن طبعا أن السكر يكون مسيطر عليه تماما يعني ما يكونش عندنا تآكل تاني في عظام الفك أو مشكلة عدم السيطرة على السكري لأن بعد كده الزراعات ده يحصل تآكل حواليها وهنفقد الزراعات كمان ما يكونش عندي هشاشة في العظام ولا نقص حد في فيتامين دي ولا نقص حد في الكالسيوم ولا مدخن شره ولا مثلا باخد علاج كيميائي في المنطقة العلوية من الجسم أو عندي سرطانات في العظام أو حاطة شريحة بمسامير في المنطقة اللي أنا هحط فيها الزراعات يعني زراعة الأسنان أو وضع الغرسات ليها شروط معينة لابد من توافرها في الشخص عشان نقدر نحط له الأربع زراعات دول اللي هنثبت عليهم طقم الأسنان الموجود معاه بعد ما الطبيب بيضع الزراعات طبعا بيبقى فيه فترة التقام للزراعات ديت ممكن من 3 شهور ل 6 شهور على حسب الفك العلوي والسفلي وقدرة الشخص على بناء عظام قوية حوالين الزراعة بعد كده بنبتجي بقى نعدل طقم الأسنان اللي موجود معنا دوت علشان نحطه على الزراعات أول حاجة طقم الأسنان اللي أنا هعدله دوت لازم يكون طقم أسنان أصلا مريحني وطقم أسنان يعتبر برضو جديد لأن أنا مش هاخد مثلا طقم أسنان عندي بقاله 5 سنين أو 7 سنين يعني متهالك يعني مثلا بدأ يتعب بدأ يغير لونه بدأ يبقى فيه شروخ فيه بعض الكسور أو تم إصلاحه قبل كده أو تم لحامه قبل كده أو مثلا عليه تصبغات جمدة مش بتتشال أو بدأ عمره الافتراضي يقل أو فيه خشونة على السطح أو فيه تآكل يعني الأحسن طبعا إن إحنا نعمل إن إحنا هنكلف فيه الزراعات تكلفة إضافية فالأفضل طبعا إن طقم الأسنان يكون إلى حد ما جديد يكون مريحني يكون معلوموش تصبغات ما يتمش ما يكونش تم إصلاحه قبل كده يعني يكون طقم أسنان كويس في حالة جيدة أقدر أحطه أو أعدله علشان يتحط على الزراعات ديت طبعا طقم الأسنان بيبتدي يتاخد بمقاسات وبناخد طبعة الزراعات ديت وبنعرف أماكنها ونبتدي نعمل زي ما بنقول حفرة في الطقم من الداخل وبعد كده بيتثبت عليها زي معدن أو مجرى هو ده اللي بيدخل فيه الزراعات اللي هتتثبت فيه الفم يعني زي بيخشوا في بعض زي عاشق ومعشوق أو زي بول أند سوكت أو زي مفصل أيا كان الطريقة اللي هتتثبت بيها الطقم مع الزراعات اللي موجودة في الفم بالنسبة لطقم الأسنان العلوي طبعا طقم الأسنان الثابت الدائم العلوي بيكون بدون سقف حلق فإحنا بنشيل منطقة سقف الحلق كلها بتاعة طقم الأسنان العلوي وده من ضمن التعديلات اللي بتتعمل على الطقم علشان يبقى طقم ثابت دائم طبعا الناس هتسأل طب لما أنا هشيل السقف الحلق من طقم الأسنان العلوي مش ده هيأثر لي على الثبات لا إحنا عوضنا الثبات بالأربع زراعات الموجودين وعوضنا كمان الثبات بالمسامير اللي هتتحط فوق الطقم علشان تثبت الطقم من فوق وتتربت وبتتغطى المسامير ديت والطقم ده ما بيتشلش خالص غير بواسطة طبيب الأسنان عند الزيارة الدورية فطبعا طقم الأسنان الثابت الدائم بيبقى ثباته عالي ومش محتاج منطقة سقف الحلق بالعكس ده هيدي للمريض فرصة أكتر إنه يتزوق الأكل ويحس بالأكل ويحس بسقف الحلق وحركة اللسان هتبقى أسهل طبعا هيبقى فيه فترة كده على بالما نتعود على الطقم بدون سقف حلق هيبقى فيه برضو لخبطة في الكلام شوية لخبطة في نطق الحروف تزوق الأكل فيه شوية اختلافات ولكن طبعا هنتعود على طقم الأسنان الجديد اللي بدون سقف حلق زي الطبيعي اللي إحنا عايشين به إن طبيعي ما بيكونش فيه حاجة مغطية سقف الحل بعد كده الطبيب زي ما بقول لكم بيربط الكلام دوت بمسامير من فوقه وبتتغطى كويس والمريض يبقى كده يتحول من طقم أسنان متحرك إلى طقم أسنان ثابت دائم لو في حد عنده أي استشارة طبية بيكتب في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستفسراتكم ما تنسوش الإعجاب أو اللايك للفيديو ده دعم للحلقة ومشاركتها مع الآخرين لتعم الفائدة اللي ما اشتركش في القناة وحابب يشتركش أكيد يشرفني مش هطول عليكم بتمنى لكم الصحة والعافية وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا